ومن بيروت تنضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد ناجي ملاعب ومن طهران الكاتب والبحث السياسي صالح القزويني أهلا وسهلا بكما عميد ناجي أبدأ معك تقييمك لكل هذه التطورات إن كان في الأيام الأخيرة والتصعيد والحديث فعليا عن اقتراب ربما هذه المواجهة الكبيرة والموسعة بين حزب الله وإسرائيل وأيضا قراءتك للتغييرات داخل إسرائيل وكيف يمكن أن تنعكس على قرارها إن كان بعملية أوسعة مع حزب الله أو أي نوع من أنواع التهديئة يعني من حيث المبدأ هذه الحرب التي يخوضها حزب الله ليست بين جيشين ما تقوم به إسرائيل بالرد على مسافات أطول بحيث أنها تطيل المسافة وتستهدف من تسميهم قادة في حزب الله صحيح أن بعضهم قادة ولليهم مراكز ولكن حزب الله لا ينقصه إذا ما استشهد له قائد أو عنصر لأن هذه الحرب ليست حرب على جبهة ليست حرب يقود حزب الله فيها قتال هجومي مثلا أو حتى خطوط دفاعية أو تمركز دفاعي هي حرب لا تناظرية لا تماثلية السيمتري هذه الحرب يعني ما بين ناس لديهم وسائل حديثة أي تقني اليوم شاطر باستعمال الكمبيوتر أو بالآي تي أو بهذا يستطيع إطلاق الصاروخ ويستطيع أن يكون على الجبهة ليس أكثر يعني هذه الحرب المشاغلة التي رسمها حزب الله في هذه المنطقة لن تتأثر بما تقوم به إسرائيل بالاغتيالات هي تصور أمام ناسها وأمام شعبها بأنها اغتالت وكوادر ومسؤولين وصحيح أن لديها التفوق التقني ولديها عملاء ولكن هذا الوضع مكن حزب الله من أن يشاغل ضمن بيئة لم يستنفد فيها من طاقاته أكثر من 10-15-20% ممكن وما زال لديها الحضور القوي بينما إسرائيل استخدمت الكثير من قواها ودمرت وقامت وما زالت في وحول غزة ولذلك الوضع حاليا هو على النحو التالي حزب الله لا يريد هذه الحرب أكثر من مشاغلة ومساندة كما أعلنها لغزة ولكنه جاهز وما زال يمتلك القوة الكافية لخوضها وإسرائيل تريد إنهاء هذا التهديد من الشمال لكنها رغم كل التهديدات التي تقوم به تقوله هي أثبتت أنها غير جاهزة وقرارها لم يعد بيدها أريد أن أركز على موضوع بسيط ليس صدفة أن يقوم رئيس الأركان الإسرائيلي بالاجتماع في البحرين بالقيادة الوسطى الأمريكية ويقوم منفردا من دون الحكومة الإسرائيلية ومن دون القرار السياسي بفتح أو وقف عمليات كتالية ما بين معبر كرم أبو سالم وسلاح الدين من دون العودة للحكومة لذلك أصبح القرار يبدو أن القرار في إسرائيل هو قرار أمريكي أكثر منه لدى الحكومة الإسرائيلية سعود إلى هذه النقطة لأنه حتى قبل بعض الوقت كان في مصادر فرنسية تتحدث عن الموضوع بطريقة موازية أن حزب الله لا يجب أن يربط موضوع هدنة في غزة أو وقفة لقنار في غزة لكي يقف الحرب المفتوحة حتى الساعة بحدودها على الجبهة اللبنانية لأن ذلك سيكون عائق أمام التوصل إلى أي اتفاق أرحب مجددا بك أستاذ صالح هنا كنا نسمع من الجانب الإيراني بأنه ليس معني بمواجهة مع واشنطن ليس معني بحرب مفتوحة بين حزب الله والجانب الإسرائيلي بطريقة موسعة اليوم هناك أيضا مخاوف تطرح على الطاولة بأنه إذا توسعت هذه الجبهة ربما سيكون هناك تدخل من جانب إيران ما رأيك بهذه النقطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك يا أخت الكريمة ولضيفك ولكل المشاهدين لا على العكس من ذلك إيران معنية بشكل كبير بما يجري منذ اللحظات الأولى للأدوان الإسرائيلي على غزة إيران تحركت وطالبت بإيقاف الأدوان يعني ماذا يمكن أن نطلق على توسع المواجهة؟ إذا كان المقصود أن إيران ستشارك بجيشها وبقواتها في هذه الحرب هذا في الوقت الحالي مستبعد نعم إذا شنت إسرائيل كما حدث في قضية القنصلية الإيرانية في سوريا إذا شنت إسرائيل حرب مثل هذه الحرب الشاملة بالتأكيد أن إيران سوف تشارك وسوف تدخل بشكل مباشر إلى هذه الحرب وإلى جانب اللبنانيين وإلى جانب المقاومة الفلسطينية ولكن حاليا هناك انخراط كبير إيراني في هذه الحرب ومشاركة سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو حتى مادية وعسكرية يعني الجميع يقر أنه ما لدى حزب الله وكذلك المقاومة الفلسطينية وأيضا المقاومة العراقية وكذلك الحوثيين هو جانب من الأسلحة الإيرانية أو الخبرات الإيرانية بل لا سبعد أن يكون هناك مستشارين إيرانيين اليوم في جنوب لبنان يقدمون مشاوراتهم استشاراتهم للجانب الحزب الله والمقاومة مع الحوثيين بالنسبة إلى اليمن هذا لا أدري لأنه إيران تنفي ذلك ولكن غير مستبعد أن يكون هناك مستشارون إيرانيون في الجنوب اللبناني بالتالي ما تتفضلين بأنه إيران تشارك إيران منخرطة بشكل مباشر في هذه الحرب كما الولايات المتحدة الأمريكية ربما الولايات المتحدة تقول أنني بعيدة عن هذه الحرب وغير منحازة ولكن في الواقع أمريكا هي التي تدير الحرب وأمريكا هي التي تقدم السلاح ولولا أمريكا لما استطاعت إسرائيل إلى اليوم أن تستمر في هذا الأدوان سأعود إلى هذه النقطة أستاذ صالح ولكن دعني فقط لأنه سأتوسع معك بهذه النقطة بعد دقائق أود أن أخذ رأي العميد ناجي بهذا الموضوع يعني كان هناك تحذيرات من وزير الخارجية الإيراني للجانب الإسرائيلي بألا تقع ببئر في لبنان أو تغرق في مستنقع لبنان إلى أين يتجه برأيك هذا الملف؟ خاصة مع ما نسمعه أيضا من مخاوف من أنه حتى لو كنا أمام هجوم محدود من إسرائيل ربما هناك مخاوف من أن تنضم إيران إلى المعركة نعم أنا أؤيد ما جاء على لسان ضيفك الكريم من طهران وبالتالي وجود المستشارين الإيرانيين في سوريا ليس جديدا وفي العراق وفي الجديد ممكن أن يكون لديه لدى في لبنان مستشارين لأن حزب الله لديه حدود مفتوحة مع سوريا وكل السلاح يستقدم من سوريا وبالتالي هو حزب الله لا يقيم اعتبار للحكومة اللبنانية أو لباقي المكونات اللبنانية هو منخرط في هذا المحور ولكن اليوم حزب الله وضاحية تحديدا وغرفة العمليات لهذا المحور هي في لبنان عمليا لأن رأس هذا المحور هو حاليا في لبنان وفي جبهته الجنوبية بالتالي إذا ما يعني اليوم إيران صحيح تمد هذا المحور بكل الأمكنة وهي صادقة في إعطائها أرقى التقنيات يعني اليوم عندما إذا عدنا قليلا إلى يونيوت 2023 السيد كينيث مكنزي القائد الذي كان قائد القيادة الأمريكية الوسطى حذر كثيرا من التقنيات الإيرانية في الطائرات المسيرة وفي الصواريخ حذر ولديها مقولة هامة جدا في هذا الموضوع لأن الحرب المستقبلة يجب أن تنتبه أمريكا وإسرائيل إلى هذا الموضوع وهذا ما أثبتت حاليا أن إيران أعطت يعني وكلائها في المنطقة كل هذا المحور تقنياتها لذلك اليوم خطر دخول إيران في الحرب يعود إلى النية الإسرائيلية إذا ما كانت يعني حاولت عندما استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا حاولت استدراج إيران للرد حتى ينخرط الولايات المتحدة ودول الغرب في حرب لإنهاء هذا التهديد من الشمال مرة واحدة هل يعيد نتنياهو هذا الأسلوب مجددا؟ يعني محاولة جديدة هذه المرة على جبهة جرولية ليس بيد نتنياهو الأمور بيد الولايات المتحدة وهي قيد انتخابات لا أعتقد أن الوقت يمداها لأن تتخذ هكذا قرار بزمن الانتخابات أصبحت قريبة بـ 25 ثاني أعود إليك أستاذ صالح منذ بداية دخول حزب الله على الخطف الثامن من أكتوبر وحتى ما كنا نتابعه من تحركات للفصائل في العراق أو حتى للحوثيين في اليمن كان هناك جزم بأن هذا لا يترجم بما كان يسمع في الأشهر والسنوات الماضية على أنه وحدة الساحات بالمفهوم الذي كان يطرح بالتالي لما اليوم نتوقع أو هناك علامات السفهام على فعليا انخراط طهران مباشرة بمواجهة انخراط إيران بمواجهة مباشرة سيعني انخراط الولايات المتحدة مباشرة يعني واقعا أنه الولايات المتحدة منخرطة منخرطة بشكل مباشر وأكد أنه أنه لولا الدعم الأمريكي لكانت في الواقع إسرائيل توقفت عن هذا العدوان وأوقفت مجازرها وإبادتها للشعب الفلسطيني ولكن هي تنأى بنفسها وهي تقول للعالم أنها هي غير منحاسة أو أنها موقفها موقف محايد وغير ذلك هذا كلام للتسويق الإعلامي أمريكا هي منحازة بشكل كامل هي أساسا تدير الحرب في إسرائيل أما فيما يتعلق بما تفضلت به من وحدة الساحات يعني أنا أعتقد أنه على سبيل المثال أنه لو سمح للعراقيين بفتح الحدود لهم والدخول في هذه المعركة أعتقد أنه لذهبوا وقاتلوا الإسرائيليين كان هناك آلاف العراقيين تجامهروا على الحدود الأردنيين وطالبوا بفتح الحدود لهم اليوم أنصار الله والحثين يقولون بكل صراحة لو فتحت لنا الحدود لذهبنا وقاتلنا إسرائيل كذلك الحال بالنسبة إلى بالنسبة إلى إيران بالنسبة إلى حزب الله حزب الله في الواقع ما يقوم به ليس بالدور القليل إذا كانت إسرائيل لا تعلن عن خسائرها لا تعلن عن ضحاياها لا تعلن عن قتلها هذا لا يدل على أنه ليس هناك قتلى وليس هناك ضحايا وليست هناك خسائر علينا أن نعرف أن الشمال الفلسطيني كله هجر قراءة هجر مناطقه المستوطنين رحلوا هربوا وهؤلاء يكلفون إسرائيل كثير من الخسائر كثير من الأموال هذا بحد ذاته خسارة كبيرة غير ذلك استنزاف القوات الإسرائيلية استنزاف الكيان الصهيوني هذا ليس بمكسب قليل يمكن أن يقول أنه لا يؤدي الغرض ولا يستهدف إسرائيل على العكس من ذلك إيران الإسرائيل تستنزف وتقدم الخسائر ولكن عدم إعلانها يعني أنها لا تخسر ولا تقدم ضحايا قبل أن ينتهي وقتنا عميد ناجي بقال من 20 ثانية هوكستين في إسرائيل اليوم وهناك معلومات بأنه سيزور بيروت هل يمكن أن يدفع باتجاه التهديئة؟ لأنه يدعو تحرانوت تقول بأنه لا تأثير لهكستين على حزب الله لا تأثير طالما ربط حزب الله ووقف النار في غزة وهوكستين استوعب كثيرا أنه لا يمكن إخراج حزب الله من الجنوب اللبناني وليس مطلوبا هذا الوضع بالتالي هوكستين يحاول تبريد الجو إذا نجح مع الإسرائيلي وليس مع اللبناني شكرا جزيلا لكم من بيروت الخبيل العسكري والستراتيجي العميد ناجي ملاعب ومن طهران الكاتب والبحث السياسي صالح القزويني شكرا جزيلا لكم